كتير موجودة في المجتمع الرجل بيموت وعنده ورصة وعنده عمارة العمارة متأجرة خلص عقد الإيجار واحد من الورصة جدد للمستأجر عقد الإيجار الثاني مش عايز يجدد له عقد الإيجار هيعمل ايه بها الوقت عما بيجي يرفع دعوة ضد الطرد للتاني المستأجر بيقول ده أنا مأجر من أحد الملاك على المشاه دي بتحصل عايز حضرتك تسلط للضوء على الحقوق هنا بتضيع لأنه بيقوم مجدد له عقد الإيجار كلما ينتهي المده يقوم مجدد له وخلاص والمالك التاني ماهوش طايل حاجة وبيمكن وبيمكن الغير وده بيدر يعني يضر الورصة جميعا وكده بقى أصبح طرف ضرر للكل فاحنا بنقول هل يجوز بقى الأحد الملاك على المشاعف مثل هذا النوع من من التصرفات إنه ينهي علاقة عملها شريكه للمستاجر لا فيه هنا بقى حاجة أيوة إحنا بنبص من الله يرفع الدعوة ده كان فيه تراضي من الكل بإن واحد يرفع وخلاص ومحدش نازع ده في حالة إن المستاجر بنزع كل الناس إنما لو هو متضامن مع واحد فيه إنما لو متضامن نبص على نصيب المتضامن معه بقى أيوة هو يلوه الأغلبية ولا التانين لهم الأغلبية إذا كانت الأغلبية يطلب عدم نفاذ عقد الإيجار فهما جيتهم ويترده يعني أنا النهاردة فيه واحد النهاردة طلع عن ثلاثة أربعة من الورصة من الورصة وأمره عامل عقد إيجار أو مدد أو جدد عقد الإيجار أقول لك هو جدد من غير موافقته ومن غير رضايا أنا إحنا الأصحاب الأغلبية نرفع ده وعدم نفاذ هذا العقد الجديد فيه موجدنا وينطرد لإن هنا حق الأغلبية يصان في هذه المسألة أما إذا تساوى الأمر إذا تساوى الأنصبة الأنصبة تساوى الأنصبة دي تدق المشكلة ويبقى عندنا المستاجر قاعد وماشي في هذه المسألة يبقى حلاه برضو الفرز لازم نرجع بقى نفرز ونجنب ولما يقع النصب عندي أطرد ودي مسائل يعني صعبة جدا طيب عادة بيحكم ببيع العقار بالمزاد لأنه هيبقى استحالة قسمته دون إصابة الضرر هنعمل إيه في الشغلين بقى أيها حتة جميلة جدا طبعا ومحيرة وبتحير إذا كان الشاغلين إذا كان الشاغلين إذا كان الشاغلون ماذا؟ للعقار اللي عليه الفرز والتجنيب تم بالبيع بالمزاد العلني وأنا وقع أنا المزاد على واحد غريب أو علي أنا أحد الشركاء كل اللي موجودين في العين الذي يمسلم ويروحه سواء مستاجر أو مالك ده الملاك إذا كنا كلنا شاغلين كلهم ملاك طب فبنه مالك وعمل لنفسه عادي إيجار إذا كان العقد الإيجار بقى سيبنا من المالك إذا كان عقد الإيجار من المالك ومش مالك وحاجة إذا كده هيسير ولا ما يسيريش ديت لها خوعد يعني يدق التفصيل فيها لو سمحت خشلنا على حتة بحتة أنا لسه قدام إنا يجي ربع ساعة ربع ساعة طيب واحد في حالة صدور حكم فرز البيع بالمزاد العلني ورسو المزاد على واحد من الغير واحد من الغير وضد جميع الملاك اللي هما أيها كل الشركاء على المشاكل هما المقيمين في العين بيت وهم يخلى يخلى ليه؟ لأنه يعتبر الحق البيع مع الانتقال الملكي بالمنفعة والاستغلال والتصرف لمين؟ لمن رسع عليه إيه؟ يتم إخلاء العقار لمن رسع عليه المزاد وبحكم المحكمة التنفيذ بالتسليم بيتم خالي وده إحدى حالات دعوة الطرد للغزم لأنه إذا تم هذا البيع وأصبح البيع تم للطرف الآخر اللي هو هرس عليه المزاد لأن رسول المزاد المزاد يعني معناها بيع بس في العلن وذلك ما فيش في شفعة لأنه في العلن واخذ بلساتك فهذه الجزئية يبقى خلاص إحنا انتهينا من إذا كان الحكم مرسى المزاد ووقع على غير الملاك والمقيمين جميعا ملاك يسلموا العلو ويروحهم طيب في حالة بقى وجود مستأجرين من أحد الورثة اللي صدر حكم بالفرز والتجرب في حكم أو بالبيع بالمزاد يعني أنت بتقول لي أحد الورثة كان مستاجر لا هو اللي مأجر للغير مأجر للغير لا عقود الإيجار عقود الإيجار تنفذ طالما كانت قائمة وقت رسول المزاد بس بشرط حسن النية مش أجعب للجلسة بتاع رسم مزاده بحسن النية يبقى عقد الإيجار على الحكم على العقار الذي رسم مزاده يسري طالما كان سابتا قبل عكم رسول المزاد بشرط أن يكون تصرف صحيحا ونقيا من الشوائب اللي هي الغش وما يدبع ذلك لا لا بس خلينا نقول أنه أحد الورثة عمل عقدي إيجار لمستأجر ومكنه الورثة الثانية ما رفع دعوة طرد المحكمة الدات له رفض لأنه ما هوش طرف في العقل تمام رفع دعوة فرز وتجنيب وجه استحالة قسمة العقار دون وضع دون أن يحلس فيه ضرر فقال البيع بالمزاد العلني بسعر قدره الخبير نعم في الحالة دي المستأجر اللي كان ما بتغصب عن باقي الشركاء افرض أنه كان عمل له عقدة بس ثلاث سنين بعدين قام جايد لما لقى المسألة هتبقى فيها بالمزادة عمله عقدة بخمسين سنة العقود في هذه المسائل أكتر من خمسين سنة لا تسري لأن عقد الإجار لا يسري إلا في تسع سنوات في مواجهة الغير طيما ما لم يكون نسابت التاريخ وما لم يكن مسجل إذا زاد أكتر من كام من تسع سنين والمخارصات بالإيجار عن أكتر من ثلاث سنين لا تسري في مواجهة برضو الغير عشان خطب إحنا ممكن نبيع وقال إن أخدت إيجار عشر سنين ما ينفعش ثلاث سنين أو برضو المرثة المزاد يبقى ديها حاجة إحنا دي هديبقى شوائب جانبية دي شوائب جانبية خلينا إحنا في عقد الإيجار في هذه المسألة لا يسري إلا إذا كان قد تضر صحيحا قبل ثو المزاد وممن له الحق افرض واحد والأجر بس إحنا أغلبية إحنا الأغلبية ما أجرناش إحنا أغلبية ما أجرناش وطلع الحكم ده كله مرثة مزاد لا يبقى هياخد سكة عدم النفاس على طلق عدم النفاس حتى في مواجهة الجديدة إحنا مع الجنها في أول خلال حضرتك قلت لي دي تبقى تبقى عدم نفاس في حالة ورصة ودي من الأمور الشائكة اللي بتعرض إليها أصحاب الشأن عشان خاطر يبقى لإن أنا لما النهاردة بابروا متصرف مع أحد الأطراف ممن هم مملكة على المال الشائع أنا يجب أتحمل نتيجته وما غبت ما انتهى إليه لأن أنا اللي أخضمت بنفسي كمؤجر وكمستاجر لأن أنا أجر من واحد علما بإن البيت مامدوك للكل آه ببقى مو سايق النية آه مش سايق النية حتى ولو حسن النية لكن أنت بتخاطر في إيجارك أنت اللي بتخاطر في هذه المساعد فلو ما يرس المزاد ده يبقى صاحب اللي ما نرس عليه المزاد ليه حق إن يرفع دعوة يطرده باعتبار إن الملك النسبة الضئيلة دي لا تعطي ليه إنه حق يستمرار آه آه يعني بينصرف التصرف على حس قدر حسته في العقاب نعم طيب حيبقى باقي لنا في الترد للغصب الإجراءات اللي يجب اتباحها أمام المحكمة نحو التخاذ الطريق المزبوط علشان ناخد حكم بالترد للغصب أولا إذا كان انتهى عقد الإيجار ومنصوص في عقد الإيجار أن عقد الإيجار أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو انذار بذلك من المؤجر للمستجر أخبرت سيتك أنا أرفع الدعوة ترضي حتى ولو ما فيش نص ولو ما فيش تنبيه دون الإنذار دون الإنذار وإذا كان بقى بانتهي وقول لا العقد يعتبر يمتد ما لم ينبه ومعرفش إيه يبقى لازم أن أنا أنبه الأول وعمل إنذار ده تعالى تقول لقبول الدعوة شرط الإنذار سواء منصوص عليه في العقد أو مش منصوص عليه في العقد هو ده المعيار إلا إذا كان منصوص في العقد إنه لا يشترط لو لا يشترط هيبقى لا يشترط خلاص يبقى برضو تبقى لبنود العقد ثانيا في عقود البيع وأنا أو عقود القسم وبقول إن يوم كذا يسلمني أو يوم كذا يسلمني الحسة اللي تقاسم عليه ما أجدعي أننا نعمل إنذار تعالى ما نتحقق التاريخ ده بقى بنقول في عقود القسمة اللي بين الملاك على المشاعل العقارات اللي معظمها ببفاو وحدات سكنية لما نجي نقول تخصيص إن ألف بالعقار بالشقة رقم واحد به بالشقة رقم اثنين ده لابد من تحديد موعد لتسليم العين في عقد القسمة حتى يكون من حق المقتسم أو صاحب الحق إنه يلجأ إلى القضاء بإنه يرفع دعوة طرد للغصب مش هتبقى تسليم بقى ولا تنفيذ عقاد الاسم لا ده وكانوا محددين تاريخ لتسليم يبقى زال السبب الحياسة بيودينا على طول للموضوع حلقة النهاردة الطرد للغصب والله كلام جميل جدا الحمد لله السبب اللي بعده السبب السبب اللي بعده لا فإنه ناخد الحكم بالإخلاء بس عشان الحكم بالإخلاء يعني إحنا قلنا أما يكون موجود في العقد أو مش موجود في العقد ده أول حاجة عاوز عاوز أقول لي برضو للسادة السادة المحامين ولسادة المتقاضين وللكل إن دائما يرفع دعوة طرد مع التسليم خالي من الشواغل والأشخاص ده حتى دعوة الفرز والتجنب لا يجب كده يبقى الطرد يتبعها بطلب تبعي التسليم التسليم خاليا من الشواغل والأشخاص ليه؟ علشان خاطر لما المحضر الروحي هناك ينتقل يشاء يطرد ويسلم لي منطوق الحكم طرد مع التسليم هينشئ لك سبب حيازة بمحضر الطرد ويسلمك إنما طرد بس هيطرده ويقولك مع سامة روح ويشمع لك إذا كنت رجع على دعوة تسليم تاني روح رح أتدور عليه بقى وكذلك دعوة وكذلك دعوة القسمة والفرز والتجنيب دائم إن ما كانش فيها تسليم بتدخل في مشاكل ما لهاش عصر نعم يعني طلب التسليم يكون مرتبط في دعوة طرد يكون مرتبط بها طلب التسليم ده على فكرة ده شرط وإشارة مهمة جدا لتنفيذ دعوة طرد حتى يتسلم المدعي العين اللي اضطرد منها المدعي عليه يجب أن يكون مشمول في الحكم الطرد مع التسليم خالية من الشواغل والأشخاص والله كلام جميل لسه في حاجات في حاجات جميلة جدا من خيبر نمجك المواقع رفعنا مناشدة في تنظيم عقد الشركة بين المقاولين أو أصحاب الملك والمقاولين ماشي حماية للغير بس إحنا بنحمل عقد حماية للغير وحتى لو فيه يبقى فيه نص جنائي برضو وتجريم بنص وفيه برضو اللي يبيع وحدة خير وحدة يبقى فيه نص برضو يبقى ينص عليها بنص قانوني لأن الجرائم لا تحدد إلا بنص ماشي عاوزها برضو هنا منشدة في دعاوة الفرز والتجنيب لما ينتهي الحكم إلى إجراء البيع بالمزايدة العلنية ماشي نعلم أن المعادل خلاص على قارب لا لسا لسا اللي بقول إذا النشد المشرح في حالة ما إذا صدر حكم قضاء بيقول هذا الحكم إجراء البيع بالمزايدة العلنية وأن توزع النسب على الأصحاب النصيب بنقول أن يريت يحصل تعديل لهذا النص ما تبقى إيج دعوة بيقى جديدة حين ينتهي المدن المستأنف في الدعوة دي إلى إجراء البيع بالمزايد العلنية تتولى الدائرة للمدنية المستأنفة إجراء البيع بالمزايد على طول مباشرة ده في حالة استئناف الحكم آه لم يتم استئنافه مرضي بقى محكمة أول درجة بعد نهاية المدة أنا ربعين يوم أجب شهادة نرجع تنى بدل مرفع دعوة بيوع لأن دعوة البيوع هنا ميزة دعوة البيوع عن محبوظ والحقيقات المحبوظة لصالح البنوك وأن كلام جدا دي لها طبقها خاصة عشان خطرة خل خل مسألة الناس اللي مش قادرة تستفيد من الكهدي هاب أنا أنا بيعتي البيت في المزاد العنني وطلع البيت وأنا مش عارفة أعمل دعوة بيوع صعب يبقى أنا أنص على البيع من موسى إشارة واستغاثة ونداء من الأستاذ أحمد أبو المعاط بطلب البرلمان بالتدخل في التشريع إن يتم تنفيذ حكم البيع بالمزاد العلني في الأحكام الصادرة ببيع العقارات بالمزاد العلني في حالة عدم إمكانية قسمة العقار دون إصاباته بضرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر